منرحب بحضراتكم من جديد رجعنا لكم مرة تانية صباح الخير يا مصر من شرم الشيخ ولسه مستمرين في نقل فعاليات اليوم التاني اللي منتدى شباب العالم في نسخة والربعة والخلاص الفعاليات هتبدأ كمان يعني وقت قليل جدا هنروح دلوقتي لزميلنا كريم بيبرس من قاعة المؤتمرات عشان يقول لنا آخر الفعاليات وكمان تفاصيل النهار ده كريم صباح الخير عليك صباح الخير يا جمانة صباح الخير يا شازلي صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر فعلا بنغطي ومستمرين في تقطية منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة النهار ده تاني يوم للورش الاساسية والرئيسية اللي هيكون موجود فيها الشباب بين جميع دول العالم الدول الاوروبية والدول الافريقية وايضا الدول الاسيوية ومن الولايات المتحدة الامريكية الوفود الاجنبية الحقيقة كانوا متواجدين على مدار الايام اللي فتت في ورش التحضرية وكمان الايام الرئيسية اللي هي مبارح والنهار ده رصدنا ردود الافعال معاهم اللي حقيقة كانوا منبهرين جدا كانوا معجبين جدا جدا بالمنتدى في حد ذاته كانوا كمان يمكن بتكلموا عن نقطة مهمة جدا فكرة ان القضايا اللي بنائشها المنتدى بتمس حياتهم فعلا وكل واحد فيهم اتكلمنا معاه من جورجيا من استراليا من الولايات المتحدة الامريكية من غانا من مصر من هنا من سلطنة عمان من البحرين من كل الاماكن اللي ممكن حد يتصورها فعلا اتكلمنا معاهم وكل واحد فيهم ليه توجه معين كل جاي يتكلم اكتر في التكنولوجيا ويعرض افكاره ويعرض ابداعاته كانوا اكتر حاجة يمكن منبهرين بيها يفعل ان هما قدرتهم ان هما يعرضوا الافكار بتاعتهم وكمان اللي عجبهم جدا يمكن في الجزء الخاص بيه التنمية المستدامة لما كان فيه الورشة الخاصة بيه التغيرات المناخية والنهار ده كمان هيكون فيه ورشة خاصة ليه التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة الحقيقة ان هما كمان عندهم افكار وابداعات وخدوا بالفعل اراء الشباب وقرروا ان هما بعد كده هيدرسوها عشان تبقى توصيات يتم العمل بيها في نهاية المنتدى يمكن انبارح اكيد كلنا شفنا مع بعض فتاح المسرح ومسرح منتدى شباب العالم والحقيقة ان احنا كمان يمكن لما رصدنا افعال ردود افعال الوفود الاجنبية والشباب هنا في المنتدى بعد المسرح قد ايه كانوا مبسوطين بالاحتفال انبارح النهاردة كمان هنتابع مع بعض طبعا الجلسات الرئيسية وورش العمل اللي هتكون موجودة هيكون في جزء خاص زي ما قلنا بالتغيرات المناخية هيكون في جزء كمان خاص بالتحول الرقمي بعد جائحة كورونا وكمان هيكون في جزء خاص بالتنمية المستدامة وتحديدا في التنمية المستدامة هيتكلموا على الامن المائي واهمية الامن المائي واهمية التعامل مع الدول اللي كان ممكن هي تجور على الدول المجورة لها فيما يتعلق بالامن المائي كمان الشباب الحقيقة جايين متحمسين جدا كان فيه اعجاب شديد جدا بالتنظيم يمكن نتكلموا كتير قوي على قد ايه هم مبسوطين بالتنظيم من ساعة وصولهم للمطار نقلهم للقاعات للاجراءات الاحترازية تنبيهات على ارتداء الكيميات طول ما احنا ماشيين في المنتدى الحقيقة في القاعات المختلفة موجود دايما اماكن لوجود الكيميات وتعقيم الايادين يمكن كمان مبارح ظهور الروبوتات الخاصة بالتحذيرات الخاصة بالاجراءات الاحترازية يمكن قالوا عليهم امي يمكن امي كانت الروبوت اللي هي مسؤولة عن التحذيرات والتنبيهات للوفود ان هم اللي مش مرتدي الكمامة لازم يرتدي الكمامة لازم دايما نحافظ موجود وفيه شاشة والحقيقة ان هم بيتواصلوا معاهم كمان فيه الرابط التاني مخصوص خاص ب قياس دراجات الحرارة نقدر متحرك قدام الروبوت واسأله بالعربي او بالانجليش ان هو يقسلي الحرارة الحقيقة ان هو بيكتب الحرارة وكمان بيرد علي وكمان موجود معا وسائل التعقيم المختلفة موجودة والحقيقة ان الروبوتات بتتجول داخل المنتدى عشان كده كان المنظر مبهج جدا مبارح وفرحة كبيرة جدا من الشباب وهنتابعها اكيد معاك وعلى مدار اليوم وعلى مدار الايام الجاية والان عودة ليكم مرة كريم بيبرس نشكرك طبعا شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل متعلقة باليوم التاني لفعاليات منتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة